بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإذن الأتعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة أصول ثلاثة نعم قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن نسأل أسئلة خمسة السؤال الأول ما هو التوحيد لماذا ندرس التوحيد ما هي أهمية التوحيد الله سبحانه وتعالى خلقنا لتوحيد حتى نوحد الله نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد لا يدخل الجنة إلا موحد ما هو التوحيد لتكثير الحسنات زيادة الحسنات ما هو التوحيد لتكثير ومحو السيئات ما هو التوحيد لتكثير ومحو السيئات تمشي أنت وأنت تمشي في الشارع يلقاك إنسان يقول لك هل أنت موحد ماذا تقول تقول نعم أنا موحد يقول اشرح لي التوحيد بيين لي التوحيد يا موحد إذا شرح وبينت التوحيد كما بيين النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه أنك موحد وإذا قلت أنا لا أدري ما هو التوحيد إذا نقول هذا معناه أنك لست بموحد ثم قد يلقاك إنسان أيضا في الشارع ويسألك يقول هل أنت مشرك تقول أعوذ بالله لا أنا لست بموحد يقول لك طيب ما هو الشرك هل تعرف الشرك إذا قلت أنا لا أعرف ما هو الشرك إذا قلت أنا لا أعرف ما هو الشرك إذا أهم علم هو التوحيد والله أعلم لتغument الأهم وأعرف ما هي الل Aye نعم